ضمن سياسة التطبيع مع نظام الأسد تعمل أربع شركات طيران عربية على استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بعد انقطاع دام لسنوات المملكة الأردنية أعلنت نيتها استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي خبرائها الفنيين ضمانات من نظام الأسد بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات وفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفاضي الخطوة الأردنية سبقها بصول وفدا من شركة الطيران العماني إلى دمشق للاطلاع على الحالة الفنية للمطار بحسب مؤسسة الطيران النظام كذلك قالت صحيفة البيان إن شركة الخليج البحرينية والاتحاد الإماراتي للطيران قدمت طلبا للاطلاع على الحالة الفنية للمطار بهدف إعادة التسير الرحلات الجوية إلى دمشق وهما يعملان على تقييم الوضع في مطار دمشق الدولي من خلال لجنة متخصصة حركة الملاحة الجوية في سوريا كانت قد تراجعت بعد اندلاع الثورة عام 2011 بعد تجميد عددا كبير من دول العالم علاقتها مع نظام الأسد ومؤسساته إلى جانب العقوبة الأوروبية والأمريكية المفروضة على الحكومة العودة التدريجية للعلاقات العلنية بين الدول العربية ونظام الأسد بدأت مع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لبشار الأسد واتبعته كل من الإمارات والبحرين التين أعادت افتتاح سفارتهما في دمشق